فصل جديد من فصول اللعبة السياسية يفتح باعتماد حزب طلائع الحريات لرئيس الحكومة الأسبق علي بن فليسة هذا الرجل الذي عامل إلى جانب الرئيس بوتفليقة في بداية حكمه وترأس الجهاز التنفيذي حتى عام 2003 دخل منافسا بعدها لرئيس بوتفليقة على كرسي رئاسة مرتين في العام 2004 و2014 واحتدم بين الرجلين صراع انتخابي حادة لم تعرف التجربة الديمقراطية منذ أول انتخابات تعددية شهدتها البلاد سنة 1995 بن فليسة منسق قطبق والتغيير المعارض أشعل منافسة حادة منذ إعادة انتخاب رئيس بوتفليقة لعهدة رابعة وفتح جبهة صدام مع السلطة ويعتبر اعتماد حزبه في الظرف الراهن رسالة من الداخلية بأن عهد الغلق على منح اعتماد الأحزاب السياسية ولو كانت معارضة قد ولا بالرغم من أن هناك أحزاب تنتظر استدعاء الداخلية لها مع أن ملفاتها استوفت جميع شروط القانونية المعمول بها في قانون الأحزاب هذا الانفتاح على المعارضة سبق وأن وعد به رئيس بوتفليقة منذ إعادة انتخابه على رأس الجمهورية وشددت عليه رسالته بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الماضية في الخامس من جوليا كما خرج من فم مدير الديوان بالرئاسة أحمد ويحيا غدا تلقائه المثير للجدل برئيس حمس عبد الرزاق مقري سعدان بدوره ظل يروج للدستور الموعود الذي سيقدم حسبه خدمات المعارضة هذه الأخيرة التي قاطعته منذ الوهلة الأولى رغم أنها تريد رؤية بنود تعزز من المكاسب الديمقراطية التي حققتها في ظل التعددية الحزبية